موسيقى تعد المدينة الأكثر كثافة من ناحية عدد السكان في العراق تأثرت بتحولات السياسة وتقلباتها منذ تأسيسها في بداية ستينيات القرن المنصر حيث سميت بمدينة الثورة في عهد عبد الكريم قاسم ثم أطلق عليها مدينة صدام في أواخر السبعينيات وبعد عام 2003 تغير اسمها إلى مدينة الصدر تعاني المدينة من الفقر والحرمان وضعف البنى التحتية وعدم القدرة على استعاب حاجات السكان المتزايدة بالعراق يناقش اليوم ملف إعمار مدينة الصدر وحاجة سكانها خليكم ويانا نبدأ حلقتنا بتقرير يسلط الضوء على وعود الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لإعمار مدينة الصدر بدون تحقيق نتائج ملموسة تفاصيل في التقرير التالي وعود مكررة وعقود من الإهمال عاشتها مدينة الصدر في ظل غياب مستمر للإعمار والخدمات توجيه جديد صدر مؤخرا عن الحكومة العراقية بضرورة الاهتمام بأحياء مدينة الصدر وتطوير الخدمات فيها لكن الواقع المرير الذي عاشته المدينة بافتقارها للكثير من المقاومات الخدمية والمنى التحتية يدفع أبنائها لعدم الثقة بأي وعود سياسية أو حكومية في ظل استمرار المعاناة والله ما إلي كل ثقة ما إلي كل ثقة كل ثقة ما إلي بتطور المدينة بك يغلس وعود وما قش كل ما لك تبليط ما عدم والتبليط من نسبة المنطقة للمستشفى بعيدة مسافة بعيدة كل شفية يعني اللي يتمرر بالليل أو يصير حالة من الحالة يلا تأخذ بتكتك ومن تأخذ بتكتك يتكسر حلما يوصل يتمرر تعاني المنطقة تعاني من نقص خدمات الخدمات تشمل الكهرباء تشمل مي تبليط ماكو مدارس تعبانة المدارس 3 دوامات كل مدارس 3 دوامات لا تنفي أمانة بغداد مساوئ الماضي وتأثيراته على واقع الخدمات في المدينة لكنها تؤكد مضي هجاد في حملة الإكساء والبناء التي انطلقت عقب توجيه الحكومة مشيرة إلى تمكنها من إزالة أغلب التجاوزات التي منعت عملية الإعمار في السابق إضافة إلى تفعيل مشروع عشرة في عشرة الذي يقضي بمناء المجمعات السكنية الحديثة في المدينة لاستيعاب الزخم السكاني فيها الماضي أنا ما أريد أن أتكلم عني الماضي فاسد كان ماضي رائع فإحنا اليوم أمانة بغداد جاهزة لإنشاء مشروع الإكساء وإنشاء مشروع البناء السكني في مدينة الصدر والمعوقات كانت تكون قليلة الآن أكو تعاون كبير جدا من أهالي مدينة الصدر ومن صدر واحد وصدر اثنين من البلديات وأمين بغداد في زيارات مستمرة للمدينة لإكمال جميع شوارحها كما أوضحت أمانة بغداد أن حملة الإكساء والبناء لمدينة الصدر التي تستمر لعام كامل تم تخصيص الأموال اللازمة لها وأوضح بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص 5700 دونم في أطراف المدينة لبناء مجمعات بديلة لساكني العشوائيات والاهتمام بتطوير قناة الجيش إضافة إلى الاتفاق مع شركة عالمية لإعداد التصاميم الخاصة بإعمار المدينة وبناء المجمعات السكنية فيها رغم انطلاق الحملة الحكومية لإكساء وبناء أحياء مدينة الصدر إلا أن العقود طويلة من الوعود والإهمال لا تدفع بأبناء المدينة إلى الثقة السريعة بتلك الحملة قبل أن تلمس بوادرها على أرض الواقع أسعد زلزلي لبرنامج بالعراقي بغداد إذن نبدأ حوار اليوم ينضم لنا للحديث أكثر من بغداد عضو مجلس النواب العراقي عن مدينة الصدر طبعا عضو مجلس النواب السابق السيد فتاح الشيخ وأيضا من بغداد السيد رحيم الشمري المدير التنفيذي لمؤسسة نما للإعلام المختص في رصد البيانات في مدينة الصدر ضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم ومساكم الله بالخير سيد فتاح أبدأ ويا حضرتك لماذا مدينة الصدر المدينة نسميها المدينة من قبل ليش ما حظت بتاريخها بالاهتمام اللي كل أهل المدينة يستحقوا ويطالبون به هم من زمن نعم شكرا جزيلا تحية لك ونظيف الكرام ومشاهدين الأعزاء كل الأهل اليوم الحديث عن هذه المدينة يطول لا يختزل بالتقرير مع حبنا واحترامنا إلى قناة الحرة التي هي الأخرى تسلط الضوء على هذه المدينة التي هي للأسف هناك تراكمات الماضي والحاضر وربما في ظل هذه الحكومات الفازة ربما أقول المستقبل باعتبار مؤخرا نتكلم عن الفساد الذي هو الآخر قد عشعش على جميع مفاصل الدولة العراقية عكس سلبا على تقديم الخدمات إلى مدينة الصدر ولو أردنا أن نرجع إلى الوراء على الأقل من فترة السبعينات على العجالة كان هناك فكرة لانتشال مدينة الصدر وإعمار مدينة الصدر وحدث الإعمار أو نقدر نقول الاهتمام الخدمي الجذري الذي وضع أسس المجاري والمياه والتبليط الذي حدث في عام تسعة وسبعين قبل دخول العراق للحرب العراقية الإيرانية وكانت هذه الخدمات الأخرى رادت تقدم خدمة إلى هذه المدينة التي من المؤمل وترقبت الحكومة السابقة أن تأخذ من هذه المدينة نوع من أنواع الولاءات إلا أن يبدو هذه المدينة قد دفعت ضريبة ولاءات الحكام وتبسكها بما هي تريد فبالنتيجة هناك مبدأ قائل كلما أزدادت الولاءات أزدادت الخدمات والعكس الصحيح فدفعت مدينة الصدر ضريبة الخدمات لأن ولاءاتها لم تكن محسومة مئة بالمئة إلى النظام السابق كما أن الآن مرة أخرى في ظل الديمقراطية هي الأخرى لأن ولاءاتها لم تكن محسوبة إلى الحزب الذي يتسلم رئاسة وزراء العراق منذ 2005 حتى الآن لم يأخذوا من مدينة الصدر ولاءات محققة مئة بالمئة فعقبت المدينة بهذه الطريقة فضلا عن وجود الفساد أنا أقول لك وأطراف مهمة موجودة سياسية فاعلة في مدينة الصدر لم ولن تحرك ساكن أزاء ما يحدث لكن عندما نريد أن نتحدث عن انتخابات تلاحظ كم هائل من الأحزاب والكتل الإسلامية وغير الإسلامية يسيل لعابها على جماهير مدينة الصدر ويبدأ التبليط والسبويس هذا ما كل عمل الخدمي المبطن بالفساد اللي هو استمال عاطفية ودعاية انتخابية اليوم نحكي على المدينة وللأسف هذا موضوع صار دايدا قبل الانتخابات تقريبا في كل مناطق العراق أستاذنك سيد فتاح لدينا أيضا ننضمن دكتور حيدر مجيد المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء وأهم أريد أسأله سؤال أهلا بك دكتور حيدر أتمنى تكون سمعت إجابة سيد فتاح أسأل هنا نحكي شويهم تاريخيا الأنظمة تعاقبت على بغداد وعلى العراق كانت المدينة مهمة للأنظمة بس حتى يتم تغيير اسمها من نظام إلى نظام آخر ويتغير مدينة كذا مدينة كذا بعدين وصلنا لمدينة الصدر لماذا بقيت هذه المدينة مهمشة مساء الخير عليك سيد الكريم والأستاذ فتاح الشيخ والأستاذ رحيم غيوف الكرام وأيضا على مشاهدي الحرة حقيقة قبل قليل انضميت كان أكو مشكلة بالصوت لكن استماعت لجزء من كلام الأستاذ فتاح بالتأكيد نعم مدينة الصدر وسكانها عانوا كثير يعني من ما قبل سنة 2003 ولغاية هذه اللحظة هناك نقص حاد في الخدمات في البنى التحتية في كل 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 مفاصل هذه المدينة وما يحتاج أهاليها من خدمات تقدم من قبل الحكومة أيضا هناك عشوائية في توزيع المساكن هناك أيضا عدم اهتمام بالبنى التحتية حتى يعني التخطيط الأساسي والحضري كانت تحتاج إلى كثير من التدخلات الحكومية نحن نتحدث عن الوضع الحالي هناك رؤية حكومية كانت توجهت نحو مدينة الصدر لغرض النهوض بواقعها وانتشالها من هذا الواقع المرير للأسف هذه الخطة هي تنقل واقع مدينة الصدر من واقعها السابق إلى واقع متطور أفضل كلف السيد الأمين العام لمجلس الوزراء برئاسة اللجنة المعنية بمشروع تطوير مدينة الصدر هذا المشروع بالتأكيد عذرني المقاطعة دكتور أنا أريد المشاريع نحكي عليها بالفقرة الجاية أريد شوي هنا أركز عن الأسباب الأسباب تشوفها الحكومة شنو الأسباب التي أدت أن مدينة الصدر من دون مناطق بغداد هسا هو لربما كل العراق متأثر بظروف معينة خدمات ماكو لكن المدينة ليش أكثر مكان بغداد لربما به هالضرر من وجهة نظركم كحكومة هو أنا أكرر ما تحدث به سيد فتاح وأيضا حضرتك تحدثت به لكن بصورة عامة هي ليست مدينة الصدر نعم مدينة الصدر هي متضرر الأكبر أخذت نصيب كبير من التضرر لكن هناك نقصحات في الخدمات على مستوى العراق شهدة السنوات الماضية هناك أسباب وتحديات ربما هناك أسباب سياسية مالية اقتصادية نحن نتحدث عن فترات للحكومات السابقة كل حكومة مرت بأزمات يعني أزمة اقتصادية أزمة أصابات داعش الإرهابية قبلها كانت تنظيمات القاعدة وما غيرها ثم جاءت جائحة كورونا 2019 لغاية 2021 أو نهاية 2021 كان هناك مشكلة التظاهرات واستقالة الحكومة وعدم اقرار الموازنة كل هذا أثر على تأخر المشاريع يعني العراق الآن أكثر من خمسة آلاف مشروع متلكة ومتوقف منذ سنة 2014 بسبب هذه التغيرات لكن بالوقت الحالي يعني منذ سنة 2019 لحد الآن صار تحرك على عدد كبير من المشاريع أنجز جزء ولو بسيط منها جزء آخر وصل إلى مراحل إنجاز متقدمة الآن العاصمة بغداد يعني تشهد الآن هي الخطوات الأولى في مدينة الصدر لهذا المشروع لكن هناك مشاريع الآن على أرض الواقع وصلت إلى مراحل متقدمة فيما يخص مسألة فك الاختناقات المرورية مداخل بغداد طريق الدورة يوسفية أيضا هناك مشروع الأبنية المدرسية النموذية جزء من الاتفاقية الإطالية العراقية الصينية وكلالك هناك الإعداد لمشاريع أخرى أشكرك دكتور أيضا أسمع من سيد رحيم أشمري أهلا بك سيد رحيم في بالعراقي بعد 2003 شعارات كثيرة رفعت من قبل السياسيين والعراقيين وسكان مدينة الصدر يستمعون لهذه الوعود ما الذي تحقق حضرتك متابع وأيضا تراقب مدينة الصدر وما تحقق فيها شنو اللي يتحقق مدينة الصدر من إنجازات من بعد 2003 لليوم يا سيدي لو رصدنا أفق البيانات والمعلومات التي لدينا أن المدينة بدأ الإنشاء والتخطيط لها في عام 1960 في التحديد في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم نتيجة وجود الصرائف المنتشرة في تلك المنطقة بصورة كثيفة وحسب البيانات الموجودة وصلت إلى 250 ألف شخص يعيشون في الصرائف وكان سكان بغداد 255 ألف أي الذين يعيشون في الصرائف هم بقدر سكان بغداد في ذلك العام في خلال عامين 1962 لم يكن هناك أي نوع من هذا الصرائف وانتقل معظم هؤلاء إلى مدينة الصدر لتنشأ مدينة حديثة لكن يبدو أن التخطيط الأمراني الذي خطط في تلك الفترة لهذه المنطقة عان الكثير فعندما جاءت فترة السبعينات وفترة الثمانينات بدأت تظهر أن البنى التحتية منهارة وأن المدينة تحتاج الكثير بسبب وقوعها من منطقة تحسب على شمال بغداد تتعرض للفيضان وهناك ما يعرف بالسد الترابي التي انشأت قبل ذلك منذ سنوات كل ذلك مع الظروف التي مرها في العراق الحرب مع إيران ثم الحصار فكانت هناك خطة في نهاية الثمانينات أن تنقل المدينة وتبنى مدينة أخرى لكنها لم تطبق بسبب الظروف التي آلت في ذلك الوضع بعد عام 2003 من عام 2003 لغاية ما يقارب عام 2009 لم يجري دق ولا طابوقة واحدة في المدينة بسبب الأحداث المعروفة للجميع والتي مرت بها فلذلك هذه الوعود وهذا الكلام وهذه الخطاط وما يدور البلاد تحتاج لمسألة تنفيذية ليس فقط في مدينة الصدر وإنما في كل أنحاء العراق ولذلك يحسب للشخص الذي ينفذ هو يذكر اسمه على طوال ومدى السنين هذه نقطة المسألة الأخرى كما هو معروف أن التخطيط العمراء للمدينة والذي قسم مثلا البيوت 140 بعد حوالي 20 عام تم تقطيعها إلى 70 والآن هي من 30 وقد يكون هناك أقل من 30 متر السكنية وارتفعت بصورة عامودية إلى ثلاث طوابق وحتى تم الاستيلاء على الرصيف الذي يبلغ في بعض المناطق نصف متر فقط فهذه المسألة ضغطت على البنى التحتية هذه المدينة اليوم تمثل يعني من أكثر المدن الكثافة السكانية ليس في العراق والشرق والوسط فقط بل في العالم فتحتاج إلى مسألة التفكيك لا ننسى أنها ليست فقط مدينة الصدر والتي فيها قائمية مقام الصدر الأولى وقائمية مقام الصدر الثالث بل تمتد إلى أحياء أور والطالبية والبنوك وأطراف الشعب وما خلفه السد الترابية هناك العشوائيات محسوبة عليها وأيضا التجاوزات التي حدثت على جهة القناة وهناك منطقة البلديات والحبيبية وما أشبه ذلك فهذه المدينة ليس فقط مدينة الصدر وإنما يضاف إليها ضعف المساحة والسكان الموجودة في مدينة الصدر يضاف إليها وقد تتجاوز أربعة مليون شخص هذا الموضوع يعني لا يحتاج إلى خطفة قلت سيد رحيم قلت الحد 2009 بما أنه قلت من 2003 إلى حد 2009 حتى قبل ما أروح فاصل ونبدأ نحجي أو نسمع حتى من أهالي مدينة الصدر في بعض المقاطع الصوتية أريد من 2009 وورا يعني من 2009 سنقول الـ 12-13 سنة الفاتت هاي شون تشوفها لأنه ليش فصلت 2003 إلى 2009 يبدو أن وراها صارتك وعمار يعني أنا أعتقد أن العمار لم يحدث بسبب أن عندما تأتي لتؤسس لبنى تحتية تجد البنى التحتية التي سبقها منهارة أو متقادمة وتحتاج إلى مسألة رفع المدينة بالكامل ولذلك بقي أعضاء مجلس النواب عن هذه المدينة والوزراء الذين لا يتعدون على عدد الأصابع يعملون لكن النتيجة كانت نسبة محدودة والموضوع ينطبق على الدورات الأخيرة التي وصل عدد المقاعد في البرنامان لأكثر عدد في مناطق العراق صعدة من مدينة الصدر سواء من كتلة معينة أو من خلال جميع الكتل والإتلافات وحتى المستقلين لكنها لم تستطع أن ترتقي بالمدينة لمستوى يتجاوز 2% مع العلم أن هذه المدينة مدينة الكادحين مدينة الفقراء خرج منها معظم اللاعبين الرياضيين هناك عقول مدينة مبدعين المسألة الثانية هذه المدينة التي تمتلك طاقات في العمل والكدح والصبر والمطاولة والحكمة والطيبة وما يشبه ذلك ممكن أن نصنع منها مدينة تكون رمزا وفخر العراقيين وهي تعود الآن أساس العاصمة بغداد لو لا وجود بعض المشاكل نعم يقول لك تروح 10 محافظات 15 محافظة بالعراق إذا تفترها تلقى الناس عندها قرائب مدينة الصدر يعني هاي سامعها من قبل يعني لابد يكون عندك واحد بالمدينة طيب نروح فاصل سريع وبعد الفاصل نسمع آراء المواطنين من مدينة الصدر حول جدية الحكومة في إعمار المدينة خليكم مرحبا بكم من جديد منذ عام 2003 أعلنت الحكومات المتعاقبة عن مشاريع لإعمار مدينة الصدر دون أن يلمس سكان المدينة أي تغيير يذكر سوى خطوات خجولة بين فترة وأخرى من إقامة أرصفة أو تعديل في بعض الشوارع دعونا نتوقف عند آراء مواطني مدينة الصدر حول ملفات الإعمار لا تبليط لا مدارس لا تعليم عطالة بطالة شباب قاعدة مخدرات بأنواحة الجرائم الهواء سوال هنا منكوبين يعني ما كوي يعني ما وسط لنا خدمات هاي احنا من 2008 إلى حد الآن هذا التبليط ما كوي ما وصل لنا جو بس بلداية بلقوني بس بلداية ما كو جو سوالا متنزه نانة ومخفول مي ما يوصل لنا أبد يوصل لنا يعني بالسبوع مرة وبيخيس تعبان كلش والله ننقل ننقل بستوتات مي لون يشترى بفلوس تعالشو في اللغات زبالة زبالة يعني من تلك كلش الريحة واللعبان نفس شنية التبليط ماك ومجار ماك ومي ماك نتروح للمسؤول اللي يجاك أو الشخص اللي يجاك يقول يا بي شو ماكو ماكو أمار ماكو كذا تبليط يقول لك والله الحكومة بعتمام الشكل موازنة ماكو لنعود لإكمال الحديث مع ضيوفنا الكرام ونرجع سيد النائب فتاح الشيخ استماعت سيد النائب يعني هذه الآراء يعني مواطنين المدينة هذا الكلام لو حاطين كاميرا قبل عشر سنين يمكن أهل المدينة كان يقولوا نفس الكلام أريد أسأل هنا سؤال شلون يغير الفقر والحاجة وتحديات المرافقة للفقر تحديدا من طبيعة المجتمع يعني صاركوا مخدرات وصاركوا جرائم وصار 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 اللي والرائحين سيد النائب بلا شك عندما تكون هناك ضعف في رب البيت أو ولي الأمر عندما يكون ضعيف فأكيد العائلة تتفكك باعتبار أنه من جهة لم يكن صادقا معهم في تلبية الخدمات وهذا أتكلم رب البيت هو مثال يضرب ويقاس على الحكومة الحكومة لم تكن صادقة معهم في أي التزام قطعته منذ 2005 حتى الآن فبالنتيجة دفعت بهذا المواطن الذي هو الآخر يعد نفسه أنه أصبح ضحية أو مضحوك عليه كما يقولون مثل ما تفضلوا الآن الضيوف اللي التقيتوهم في مدينة الصدر يقول لك المسؤول يجيني قبل الانتخابات يعدني لكن بعدها يدير ويروح نعم المواطن هنا وجد نفسه أضحوك بالنسبة لهذا المرشح فبالنتيجة أينما يذهب هو عملية تعويض سلبي أي ما معناه يريد أن ينتقم لنفسه وهذا ما حدثه نعم أنا ابن مدينة الصدر وعلى دراية مقربة من الكثير نعم هناك تعاطي للمخدرات بعشرة تجارة نعم هذه المدينة كانت وما زالت تعاني من غياب اليد الأمينة والرئيس الثقة أو الحكومة الوطنية الشريفة التي تنتشلها زين سيد فتاح مثل ما تفضل السادة الرحيم أدنى المبدعين أدنى الرياضين أدنى المجرمين السادة الرحيم بما أنا ذكرت السادة الرحيم السادة الرحيم ذكر قال أنه الدورات الأخيرة في البرلمان من أكثر المناطق مناطق العراق التي أخذت نواب وصعدها والمجلس النواب هم من مدينة الصدر يعني سؤالي إذا كانت المدينة حضرتها قلت بأنهم ما يمثلوهم ناس صح ووضاعوا وما بين عدم وجود أمان يعني طيب النواب هواي منهم من المدينة أكو تمثيل المفروض للمدينة نواب المدينة يسووا وأما أكو مشكلة يرجع يقول لك النواب ماذا سووا أولاك أي نعم العتب يقع على جميع النواب بما فيهم المتحدث لكن لو نسأل أمام الرأي العام هل يا ترى كل نواب المدينة من حزب واحد وطيف واحد حتى تتمكن هذه الكتلة من تقديم ملف خدمات أو تطالب ببناء عمار شوف هي جمهورها للأسف هي المدينة الوحيدة بالعراق التي ذكرت بصريح العبارة في الدستور هي الكتلة البشرية الأكثر عددا التي إذا أجريت انتخابات نزيها مئة بالمئة محققة يصل عدد المرشحين فيها الفائزين في الانتخابات ما يقارب 30 مقعد المفروض نسبة وتناسب لكن هذه 30 مقعد ضعفت ما بين مثل هذا الحزب هو ابن مدينة الصدر وابن عشاير مدينة الصدر وابن الواقع التعبان لكن سرعانا ما يفوز يصير ولاءة للحزب يترك ولاءة المدينة ولاءة لمنطقته مع أنه هو يرجع لهم بعد انتخابات ثانية والثالثة ورابعة هذا جانب جانب ثاني جانب ثاني بالعكس مدينة الصدر تعاد من صناع القرار يعني بالفترة الأخيرة صعدوا ناس من أصحاب قرار بمستوى نائب رئيس مجلس النواب يعني الأخ حسن الكعبة هو ابن مدينة الصدر لكن أنا أقول وبصريح العبارة غير متنازل عن كلمتي هذه هناك مؤامرة مقصودة على تجويع هذه المدينة وإضعاف هذه المدينة وبالنتيجة يريدون منحتها أن تكون هذه المدينة خالية من الجريمة وخالية لا بالعكس ليش هستدوا الناصرية الناصرية كلما تتأخر خدمات الحكومة كلما تزات فيها الجريمة ويزداد فيها الانحراف شوف أنا راح أنقل لك مشهد إذا تطيني مجال دقيقتين مؤكثر في 2005 أنا كنت وبتواضع يقولون علي الناشط في مدينة الصدر اللي أول برلماني من داخل المدينة صعد إلى الجمعية الوطنية تعرف فيها من الأيام اتفاوضوا يا أحد القادة العسكريين على ترميم وإعمار مدينة الصدر مع وجود الفريق الأمريكي في ذلك الوقت كانت الننحة تسلم عن طريق القوات الأمريكية قال المبلغ هلقت وانعمره بهلقت وأنت تاخذ المبلغ تحوله للطرق للحزب اللي ممكن يتبنى أعمار المدينة وتعرف في ذلك الوقت أنوان كنت أنتمي قال نطيك خمسة مليون دولار لكن نحسبها عشرة الصور يسمعني هذا السلعان طلعت قاعد قائد عسكري معروف كانت القوات العسكرية مع القوات الأمريكية تعمل على أعمار والترميم هذا في وقتي أنا بعد وراها ما أدري صار قطعوا فلوس وجماعة حطت يجيبهم فسيد الكريم هي مدينة دخل على المساومة لا يقفد من ذلك الوقت ليسا زين شكرا سيد وقال لها عندي في أحد لقاءاتي أنا قائلها أستاذ علي في أحد لقاءاتي موجودة على اليوتيوب قلت لا يمكن أعمار مدينة الصدر لأنه واحدة ثلاثة طيب خلينا أسمع دكتور حيدر أيضا خلينا أسمع دكتور حيدر دكتور حيدر نحشي على موضوعات البطالة تحسين الأوضاع المعيشية ملف أيضا يعاني منه سكان كثيرا في العراق لكن نحشي هنا عن المدينة خطط الحكومة أريد أيضا نصلط عليها الضوء كيف طبقت وهذه الخطط التي يعدكم لمواجهة البطالة لمواجهة أو تحسين الأوضاع المعيشية هل يمكن أن تستمر للحكومة القادمة بالتأكيد يعني ضروري أن تستمر لأنه إذا أي حكومة تعمل على مشروع معين سواء كان خدمي أو يخص المجتمع والحكومة الأخرى توقف بالتأكيد ما راح تصير عجلة عمار وراح يصير تطوير للبلد ولا للمجتمع أكيد هناك إكمال الحكومة الحالية اشتغلت على إكمال ما وصلت إلى الحكومة السابقة والسابقة كذلك والحكومة القادمة إن شاء الله أيضا ستكون حكومة نجاز وعمار وتكمل ما وصلت إليه الحكومة الحالية هناك خطة كثيرة وزارة التخطيط وزارة العمل والشيون الاجتماعية تعمل على كثير من هذه الملفات الخاصة بموضوع البطالة ويعني أكيد وزارة التخطيط عندها حصائية لكن أنا ما أعرف بالضبط الرقم البطالة الموجودة بالعراق لكن هناك عمل مشترك وجاد من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والشيون الاجتماعية مع ضرورة التأكيد على تفعيل القطاع الخاص لأنه المؤسسات الرسمية بالتأكيد ما راح تحتوي كل أو أغلب المواطنين بالتعيينات يعني هذا موضوع محسوب ومعروف لكن هناك إجراءات حكومية اتخذتها الحكومة إن شاء الله الحكومة المقبلة أيضا ستعمل على استكمال هذا الموضوع بالعودة إلى مشروع تطوير مدينة الصدر المشروع يعني وصل إلى مراحل تقريبا هي ليست متقدمة جدا لكن وصلنا إلى خطوات هو المشروع عبارة عن إنشاء مجمعات مدينة سكنية تحتوي على تقريب 90 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر الخطوة الأولى كان هناك طبعا نذكرت اللجنة رأسها الأمين العام لمجلس الوزراء والضم في عضويتها أمانة بغداد وزارتين التخطيط والمالية وعدد من الجهاد ذات العلاقة الخطوة الأولى كان هناك إجراء زيارة ميدانية الأمانة العامة أجرت أكثر من زيارة ميدانية ممثلة بالأمين العام مع أمين بغداد أول خطوة كان هو الاطلاع على موقع العمل موقع تنفيذ المشروع وإجراء المسوحات وعائدية الأرض هذا الأمر الأهم الأول الذي نفروض نشتغل عليه هو عائدية الأرض أغلب عائدية الأرض هي إلى أمانة بغداد لكن كان هناك بعض المساحات هي تابعة إلى مؤسسات أخرى أو مواطنين عملة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة عقارات الدولة وكل دكتور حيدر المساحة المخصصة التي هي مساحتها 5700 دونم تخصيصها إلى أمانة بغداد الآن أفضل نعم دكتور حيدر ابن المدينة اليوم الذي يتفرج يقول ما فرق هذه المشاريع عن المشاريع قديمة سمعنا بيها من 2008 2009 2010 و10 في 10 اليوم ما هي المشاريع بحكومتكم ما بدأ اهتمام بها بطريقة مختلفة وما وقت تشوفوا النتيجة لا اشوف احنا المتابعة ضرورية مدام اكو متابعة ورقابة اول باول المشروع ما رح يوقف انا ذكرتها يعني يمكن مرة او مرتين واؤكدها للمرة الثالثة كل المشاريع اللي تشرف عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ سنتين واكثر ولغاية هذه اللحظة كل المشاريع لم تشهد تلك اليوم واحد كل المشاريع تسير بحسب المخطط بحسب نسب الانجاز اللي تشرف عليها المشاريع سواء في بغداد او المحافظات هناك عدة مشاريع بقطاعات مختلفة تشرف عليها الامانة العامة متابعة حفيثة هناك فرق هندسية وفنية وقانونية ايضا تتابع نسب الانجاز ومراحل العمل تحاسب من يقصر هناك احالة الى القضاء هناك سحب عمل هناك احالة اضافة الشركات المتلكة الى اللائحة السوداء وعدم التعامل معها مستقبلا كل هذه الاجراءات اتخذتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وتتخذها بحق كل شركة تتلك لا مجال لأي تلك لأن هذه مشاريع حيوية ومهمة هناك التزامات قطعتها الحكومة العراقية قطعتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وعلى الجميع الإفائية سيد رحيم سمعت كلام دكتور حيدر من سنتين الحكومة تشتغل مشاريع إعمار مدينة الصدر لم تتلك اليوم واحد أنا جاي أعيد كلام ذكرت دكتور قبل دقائق شون تشوفون هذه المشاريع وشون هل هذه المشاريع الآن يعني حلت جزء من المشكلة ممكن تحل جزء من المشكلة شلون تتابعون مراحل الإنجاز اللي دي حتشاريها دكتور حيدر يا سيدي ضمن المخطط الذي كلفت به الحكومة العراقية بالعهد الملكي عام 1954 وهو عراقي سويسري بريطاني ألماني مشترك لم تكن هذه المدينة مدينة سكنية لكن في عام 1960 ونتيجة لوجود العشوائيات والصراف بصورة هالة في العاصمة بغداد حولت إلى سكنية وبالتالي فإن معظم هذه المساحات التي اليوم موجودة سواء فارغة أو مجهولة أو متجاوز عليها أو مشبه ذلك نعم هي قسم منها لأمانة بغداد وقسم آخر لدوار أخرى لكن نحن نسأل هل تم عمل مجسرات هل تم عمل جسور معلقة لفق الاختناقات نتحدث عن السير والمرور في المدينة نتحدث عن السبع منافذ التي تدخل المدينة وتخرج منها هناك سبع منافذ تربط مدينة الصدر بالعاصمة بغداد لأنه لا يوجد أي منفذ في نهاية المدينة نتيجة لوقوعها شمال العاصمة ووجود السدة الترابية التي أنشأت في نفس الآن في خمسينيات القرن الماضي لدرع العاصمة بغداد أجمعها من خطر الفيضان وهذه كما هو معلوم أن العاصمة بغداد ذات أرض طينية أي هناك ثمانية أمتار في الأرض يخرج الماء والمياه فنحن نتحدث عن ما فائدة كمّل عن ما فائدة إنشاء مجمع سكنية بتسعين ألف وحدة سكنية ونحن مدينة بسماية التي بدأ العمل فيها عام 2010 بمائة ألف وحدة سكنية واليوم لم تتجاوز عشرين ألف والسكان فيها اثنائش ألف يعني هذا الموضوع إذا قلنا المسألة الثانية أن نحن نأتي بتسعين ألف وحدة لمجمل عائلة من خمس أشخاص ويعاد ليسكنها أربعمائة ألف ونحن نعاني من اقتضاث المشروع والتخطيط الموضوع هو أن تفك جميع مناطق العاصمة وبغداد والمدن وتتوسع وتنشأ مناطق عمرانية جديدة وأخرى ولا يجري العمل في داخل المدن واليوم بغداد تعاني وخاصة مدينة الصدر من سوء البناء التحتية نتيجة التقطيع للمساكن ونتيجة البناء العشوائي ونتيجة البناء في الطوابق الثاني والثالث وحتى ما يعرف السندويش بالنسبة للأكثر خطورة هذه المساكن نحن نحتاج إلى بناء تحتية المدينة لم تنشأ بها جامعة لحد الآن رغم مرور ستين عام على تأسيسها نحتاج إلى مدارس لو تم إحصاء المدارس المنشئ بالستينات والسبعينات فهي اليوم تمثل أكثر من ثمانين بأم من المدارس الموجودة وهذه أهم مسألة لو تم إحصاء دوائر تصريف المياه ودوائر الماء الصافي ودوائر الكهرباء لا نجد إلا ما يقارب نسبة واحد بالمئة من الإنشاءات الجديدة بين عام 2010 إلى 2022 والمسألة الأخرى كما تعلم يا سيدي أن في عام 2021 جلت انتخابات وهناك صراعات وفي عام 2022 قانون الأمن الغذائي الذي فيه تخصيصات لم يتم تشريعها والمصادق إلا في حلول واحد سبعة ولحد الآن لم يصرف أي ثلث واحد منه وجميع ما يصرف هو سلف سلف وثم تطفى ولا تتجاوز نسبة الصرف من قانون الأمن الغذائي سوى 30% المسألة نحن نتحدث من خطة حديثة ونريد شخصية تنفذ ليقال أن هناك شخصية نفذت وليس مسائل ترقيئية وتكميلية نحن نريد خطة استراتيجية تشمل تنمية شاملة وعندما تبدأ من مدينة الصدر عندما تبدأ من مدينة الصدر تبدأ لجميع الحال لازم أروح فاصل فأريد أسمع وجهة نظر سيد فتاح بس بعد الفاصل في مسألة البناء والإعمار التي تحاول تقوم بالحكومة بس فاصل الأول فاصل قصير وبعد الفاصل متى وكيف تتحقق الوعود الحكومية في إعمار مدينة الصدر خليكم وياها أهلا بكم مجددا نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام والحديث حول تطوير مدينة الصدر مدينة الفقراء ومدينة المبدعين نرجع لسيد فتاح سيد فتاح الشيخ أريد تعليق حضرتك على مسألة المشاريع التي تحاول الحكومة تقوم بها الإعمار والبناء لمجمعات وحدات سكنية اجتمعت وجهة نظر دكتور حيدر ووجهة نظر سيد رحيم من وجهة نظرك شنو الحل وهل هذه الطريقة الأمثل للتعامل مع الأزمة في المدينة هذه هي الأزمة لم تكن لمدينة الصدر حصراً ولكن موضوع الحلقة بمنه ينحصر في مدينة الصدر فلنتكلم وهو ينطبق على جميع مناطق العراق نحن اليوم أمام حكومات منتخبة فهذه الحكومات كل أربع سنوات تتغير وربما البعض أقل من أربع سنوات هذه حالة ستثنائية فبالنتيجة هذه الحكومة لا يمكن أن يصل فلان وفلان إلى الانتخابات أو إلى مجلس النواب أو إلى تشكيل الحكومة ولا يشكي لكتل أكبر ما لم تكن هناك قواعد جماهير انتخبته نحن الركيزة الأساسية في هذه المدينة للأسف اعتمدوا منذ 2003 أو 2005 تحديداً من 2005 حتى الآن اعتمدوا في دعايتهم الانتخابية على الدعاية العاطفية المذهبية أكثر من العطاء والخدمة تعرف أنت الحزب الفلاني كلما قدم خدمات أكثر يعاد انتخابه مرة أخرى وهذا ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا عندما ينجح الحزب في تقديم الخدمات يبقى لدورتين ثلاثة يحكم باعتبار هذا الحزب الكتلة الخدمية التي مقبولة جماهيريا نحن الآن نحتاج إلى وعي في مدينة الصدر أن تذهب هذه المدينة تعطي أصواتها لمن يخدمها لا نحتاج اليوم دعاية انتخابية تتصور بالمناسبة ومن خلال فضايتكم الموقرة وهذا البرنامج المحترم مدينة الصدر مدينة نفطية تعاد من ضمن المدن النفطية كالميسان والبصرة لأنه فيها منطقتين ثرية بالنفط منطقة القيارة القيارة المعروفة عنها ومنطقة الاستكشافات النفطية المحاذية للحبيبية تعرف هذه مناطق في الشتاء كنت راها في أم عيني في السبعينات يطفح المادة البرترول الأسود ويصبح مادة عفوا أن يسموها في المصطلح في مدينة الصدر سيان أسود هو موسيان أخي منطقة نفطية ثرية شارت الناس من قطاع السبعينات بسبب هذه الأزمة أولا للحكومة السابقة استثمرته ولا هناك فطاحل في هذه الحكومة كليومية واحد جار سيفة على آخر لكن ما استخدموا عقولهم في استثمار النفط وجعل هذه المنطقة بترو دولار تبني وتعمر وتؤسس وتعين أبنائهم ما نجأول هذه استخدموا هذه المدينة وقفروا عليها وعلى تفكير أبنائها على أنه تعال بس ألطم تعال بس أقرأ تعال بس إبجي تعال بس كذا أخي هذه المدينة وأنا أتشرف أنه واحد من إتقاني خرجت شهادات وخرجت أساتذة وفطاحل ومبدعين دكتور حيدر يقول إحنا هناك مشاريع لبناء وحدات سكنية نوفر مساكن أفضل للناس سيد رحيم يقول لا لازم نفكك هذه المدن بضمنها مدينة الصدر ونتوسع إلى مناطق أخرى يعني هو ابن المدينة لا أخذ هذه ولا ذيج بس حضرتك كيف تشوف الحل هذا انطرح المشروع في مرة من المرات واللغة لأسباب انطرح سياسيا واللغة سياسيا سيد الكريم لو كان هناك شريف في هذه الحكومة ويريد فعلا ينتج لذولة المساكين كان فكر منذ المشاريع الخيرية أو مشاريع الاستثمارية بوابة بغداد والنخيل وغيرها وغيرها ليش مشاريع الاستثمارية خلال أشهر قوموها صارت عمارات وناطحات في بغداد الكارخ وغيرها وهذا مشروع حكومي وموجود الأموال الحكومية وما يريد يستخدم هذه النعمة اللي الله انطهها إلى الجلوس على الكرسي أن يستخدمها في محل سيد الكريم صدقني أنا رح أقول كلمة مو عدم تفاؤل لكن لا توجد مصداقية نحن كسياسيين كنخبة أثبت ذلك لا توجد فكيف المواطني قاعد بالبيت نحن قاعد نسمحهم قاعد نشوف حتى عملية البناء والأعمار يدخلوها ضمن ضغوطات سياسية وصفقات تعرف له لا زين سيد فتاح خليني أروح الدكتور حيدر دكتور حيدر أريد أرجع تعلق طبعا إذا تحب حضرتك على كلام سيد فتاح شيخ بس أريد أرجع على كل ما قالها سيد رحيم وهي مسألة تفكيك المدن والابتعاد أو نقل مشاريع أخرى بعيدة عن هذه المدن بعيدة عن الازدحامات توفير بنا تحتية يعني شون الفائدة نجي نبني أبراج وجوه ما عندنا مجاري يعني حشاكم وحشا السامعي زين أكو تجارب دول ثانية مصر غير مصر مناطق عشوائية كاملة انشالت من نص العاصمة وصارت مجمعات خارج العاصمة ومنظمة والناس النقلة تطريقة منظمة هذا ممكن يصير عندنا بلينة الصدر أو بغيرها يعني هنشي مشروع نعم أنا يعيد السيد الرحيم لكن بدءا أنه مدينة الصدر اللي يسكنها أكثر من أربعة مليون مواطن عراقي شنو البديل وين رح أوديهم حتى أنا أبدي أحول مدينة الصدر أبدي من البنى التحتية وأشتغل بفور أحنا هذا المشروع اللي نتحدث عنه اللي الآن في طور وضع التصاميم ومن ثم الإحالة هذا الخطوة الأولى لتطوير مدينة الصدر بالتأكيد هناك خطوات لاحقة وضعتها الحكومة العراقية أيضاً للجنة العلية المشرفة على تطوير المدينة بعد استكمال طبعاً هي قسمت إلى قسمين أي وبي رح يكون نقل إلى المواطنين ومن ثم تطوير هذه المدينة هناك مشاريع أخرى داخل بغداد ليست مدينة الصدر عفواً هناك مشروع لتطوير مدينة العظمية ومدينة الكاظمية هناك مشاريع مداخل بغداد الخمسة هناك مشروع طريق الدورة يوسفية فك الاختناقات هناك مشروع الآن أيضاً في طور وضع التصاميم هو إنشاء مجسرات وأنفاق ما يقارب 15 إلى 18 مجسر ونفاق داخل العاصمة بغداد كل هذه المشاريع الحيوية هي مهمتها النهوض بواقع العاصمة بغداد توسعتها وبداية انطلاقة جديدة لهذه إضافة إلى هناك رؤية وفكرة هي ليست فكرة بل باشرة بالفعل وزارة التخطيط على إدراج مشاريع حيوية واستراتيجية تتضمن بنى التحتية وقطاع الصحة وقطاع السكن وقطاع الطرق والجسور أيضاً هناك محطات المجاري محطات التحلية مستشفيات في عموم المحافظات كل هذه الآن قيد الإحالة واستحصال الموافقات القانونية والإدارية لغرض إحالتها إلى الشركات الصينية سواء إذا كانت عبر الاتفاقية الإطارية المحافظة الصينية أو إلى شركات محلية وعالمية نبني مدن مرة أرجع لك يمكن على مصر أو على غيرها لأنه يمكن عشنا بها فترة وذلك نطي بها أمثلة لكن أقصد أن هناك محافظات زيدوها حتى محافظة جديدة سواء بصف القاهرة ورح سواء محافظة ستة أكتوبر وسواء محافظات ثانية يعني هي مو بس نقدر نعم زرناها زرناها العاصمة الإدارية عفوا والعاصمة الإدارية هذا آخر شيء أيضاً هناك اتفاقية هذا قصدي توسع الفكرة مو بس مجمع فكرة أنه تريد تحل أزمة تقدر تنقل ملايين ويمكن ما تنقلهم أنت ابني هم يرحل يعني أكو أمكانيات تتطور بنى تحتية تتطور الناس تتحرك من مكان المكان بالتأكيد هكذا هكذا مشاريع أملاقة تحتاج إلى تخطيط يعني مو مال اتخاذ قرار بيوم وليلة كل هذه الأفكار ورؤى موجودة أنا ذكرت قبل قليل لحضرتك موضوع إحالة المشاريع الحيوية والستراتيجية طويلة الأمد الآن في وزارة التخطيط تقريبا كل الإجراءات كاملة فقط موضوع استحصال الموافقات الإدارية والقانونية والفنية ومن ثم إحالتها إلى الشركات العالمية لغرض المباشرة بها إضافة إلى الآن على أرض الواقع على الأقل في داخل بغداد تقريبا خمسة إلى ست مشاريع تعمل على أرض الواقع ووصلت إلى مراحل ونسب إنجاز متقدمة سيد رحيم أيضا تحديات الاقتصادية وحجينا مسألة الفقر أريد أسأل حضرتك يعني ابن مدينة الصدر يمكن ما أرد أقول ما أكو شارع ما أكو منطقة بغداد ما تلقى بيها ابن مدينة الصدر يشتغل ويجتهد ويتجاوز يعني يكون يمكن أفضل الناس الذين يقدمون الخدمة المعينة في كثير من مناطق بغداد طبعا مع الفضل لكل أهل بغداد ما جاء ينميز أحد أريد أسأل المدينة لحد الآن ما بيها بنى تحتية تخلي ابن المدينة يشتغل صف بيته هاي شون تشوفها يعني حتى ما عنده سبوبة يقدر يشتغلها هم بيت هذه المسألة بدأت منذ إن شاء المدينة في الستينات يعني يتحدث الأكبر منها سنا سواء من الصحفيين أو من أصحاب الأخرى الخبراء والمهندسين والمهن الأخرى يعني هذه المدينة أبناها يعملون كل شيء ولا نهائيا ولا يتباخلون أو يتعاجزون أو يتململون من أي شيء هذا الذي لاحظناه ولديهم صبر طويل أضافة إلى أن المدينة نوعا ما إذا قارنناها بعض مناطق بغداد هي تبعد مسافة يعني قد تتجاوز من الكرخ إلى الرصافة 15 كم 20 كم 10 كم وهذه في التوقيت الزمن الحالي مسافة طويلة لأن الازدحامات والاختناقات في بغداد نتيجة النمو السكان السريع يسبب هذه المسألة المشكلة أن مسألة النقطة للتحدث عنها حول تفكيك المدينة هذه طبقت في عام 1976 في مركز الكرخ كان مركز الكرخ وعني من هذه المسألة وبدأت من نهاية منطقة القادسية التي تعرف اليوم بالمنطقة الخضراء وحي التشريع وكرادة مريم وامتد وانشأ مجمع القادسية ومن ثم مجمع الصالحية ومجمع حيفا وينتهي في منطقة العطيفية تم تفكيك هذه المدينة وإجراء المسوحات وقامت بها وزارة التخطيط ووزارة الإسكان والأعمار وبمدة أقل من أربع سنوات تم تعويضهم وعوضوا بقطع في الإسكان والدورة وإدراغ وأيضا البياء ومناطق أخرى بل وكانت تعويض مجزيا تم شراء ضعف ما كانوا يسكنون فيه في مركز الكرخ المنطقة الأكثر اقتضاظا في السبعينات والتي كانت تعاني من بنى تحتية وحتى كانت البيوت تتساقط في مسألة الشتاء والأمطار كونها مبنية من الطين واللبن والجذوع النخيل وكما يعرف القوق قوق بعض الأشجار ولحد الآن هذه المناطق تتساقط قسمنا في المرحلة الثانية التي لم تنجز في غلال أربع سنوات تم تسليمها إلى الشركات الهولندية والكورية والألمانية وأنشئة هذه المجمعات التي تعتبر اليوم من أكثر المجمعات تطورا في العالم رغم أمرور أربعين عاما على إنشائها هذه الخطط لو لا الظروف التي مر بها العراق من الحروب والحصار والإرهاب لكان حال المدن وحال مدينة الصدر حالا آخر أنا أعتقد بل أجزم أن هناك يمكن أن يكون ناس بسطاة في المدينة لديهم خطط تطبق بسرعة أفضل من الخطط الحكومية لأن الخطط الحكومية تحتاج روتين وموافقات وموازنات وصرف أمال وبالتالي فإن مسألة عندما تبنى مدن جديدة بحال أفضل ومناطق أفضل ولا ننسى أن هذه المدينة معظم سكانها كانوا في مناطق جنوب العراق والقسم الآخر في مناطق أطراب بغداد بالأشوايات وانتقلوا هذه المدينة فلا مانع لديهم اليوم وهم يسكنون مساحة 30 مترا و20 مترا و60 و70 مترا أن ينتقلوا إلى مدينة جديدة أكثر حداثة وفيها خدمات وفيها عمل أفضل ونأتي للنقطة التي توقفت عندها أنهم يجدون عمل مجاور مناطق سكانهم أو بالقرب من مناطقهم في مختلف التخصصات شكرا أستاذ رحيم أستاذ فتاح ما هو أن تنحل الأزمة وما هو أن مدينة الصدر ترى خير العراق طبعا هي أسوة بقية مدينة العراق إذا كان فعلا هناك حكومة تنظر إلى أنه وصول هذه الحكومة إلى كرسي الحكم عبر هذه الجماهير وتحترم هذه الجماهير فأكيد هذه الحكومة سوف تتعكس بظلالها على هذه المدينة أو غير بقية ثانيا إذا انتهت الفساد وانتهت المحاصصة ستجد أن كثير من المشاريع تأخذ طريقها نحو الإنجاز لأنه مثل ما أذكر ضيف العزيز مدينة أربعة مليون بها مستشفيين فقط مستشفى الصدر ومستشفى الإمام علي معقولة بالله عليك زيني اليوم من يمثل أهل المدينة الصدريين أردقوا أهل المدينة الصدريين من يمثلهم مجلس النواب ورمان سحب التيار الصدري هي قبل حتى بوجود التيار أحتيكيها من 2005 حتى الآن المدينة بصريح العبارة هناك كم هي محسوبة صدرية بسكة حزاب دعوة مجلس أعلا حكمة حزب شوعي أياد علاوي كلها موجودة في مدينة الصدر لكن المأخوذ عنها على أنه لأنها سميت مدينة الصدر يتصور البعض أنها كلها صدرية لا هناك أعداد إذا هسا رجعت إلى آخر نتائج انتخابات تجد أنه من 7 إلى 10 أعضاء تابعين إلى كتلة غير التيار الصدري نقطة ثانية الأعضاء في المدينة الفتيار الصدري التي انسحبوا الآن يحملون المسؤولية أبناء مدينة الصدر إلى هذه الحكومة أن تمكنت فهي أدت واجبها أزاء لـ 73 عظم للانسحب وإن لم تتمكن فأكيد مدينة الصدر سوف مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج سوف تخفي ما في داخلها أو تضمر ما في داخلها زعل على هؤلاء وبالنتيجة تلاحظ أن هذه المدينة سرعانا ما تلبي دعوة التظاهرات والوقوف ضد الحكومة والانتفاض وهكذا شكرا سيد فتح الشيخ أشكركم ضيوفي الكرام سيد حيدر دكتور حيدر مجيد المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء أيضا أشكر سيد فتح الشيخ عضو مجلس النواب السابق عن مدينة الصدر وأشكر سيد رحيم أشمري المدير التنفيذي لمؤسسة نمال الإعلام شكر موصول لكم سادتي على طيب المتابعة باشر حلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسوا دائما تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي دائما نخليكم ويانا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة